وصلت وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الحاسمة لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة وقد أسفر جهود وزارة الداخلية عن ضبط ستة ألاف وثمانين وعشرين قضية في مجال مكافحة المخدرات خلال شهر تتواصل الضربات الأمنية الحاسمة التي توجهها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار وجلب المواد المخدرة ضربات تسهم في تكفيف منابع المخدرات وإحباط محاولات ترويجها في هذا الإطار نجحت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر في ضبط ستة ألاف وثمانين وعشرين قضية في مجال مكافحة المخدرات ضبط خلالها أكثر من أربعة عشر ونصف طن بنجو ونحو طنين من مخدر الحشيش وقرابة مئة وثمانين كيلو جرام من مخدر الهروين إضافة إلى كمية من بزور الخشخاش المخدر وزنت سلاسمائة وخمسة وسبعين كيلو جرام وكمية من بزور القنب المخدر وزنت أكثر من سلاسمائة وخمسة كيلو جرام كما تم إبادة أكثر من مئتين وثلاسة ونصف فدان منزرعة بنبات القنب المخدر كما نجحت في ضبط قرابة سلاسة وخمسين كيلو جرام من مخدر الاستوروكس وأكثر من خمسة وثلاثين كيلو جرام من مخدر الايس الشابو وكميات من مخدرات الأفيون والكوكاين والفودو وزنت أكثر من عشرين كيلو جرام وعلى صعيد ضبط الأقراص المخدرة تم ضبط مائتين وستة ألف وستمائة وتسعة وخمسين قرصا لعقار الكيبتاجون ومائتين وعشرين ألف وستمائة وتسعة وثلاثين قرص لعقار الترامدول ومائة وعشر ألف وتسعمائة وسبعة وثلاثين قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بستمائة وثمانين مليون جنيها ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط سبع قضايا غسل أموال بقيمة مالية بلغت مائتين واثنين وستين مليون جنيها متحصلة من الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تسعة وعشرين مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان هذا العدد الكبير من القضايا التي تم ضبطها والكميات الكبيرة من المواد المخدرة تؤكد على القدرة والاحترافية والجاهزية الكبيرة للأجهزة الأمنية في مواجهة محاولات إغراق البلاد بالمواد المخدرة ترجمة نانسي قنقر